موسيقى هذه التغطية سنسلط الضوء على أبرز الخدمات التي تقدم والآلية التنظيمية الخاصة بهذا الموكب المبارك فلا تذهبوا بعيدا كنوا موسيقى مرة أخرى أرحب بكم سادتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان في هذه التغطية الخاصة من داخل موكب هيئة السبي الخاص بأهالي مدينة الصدر وحول ما يقدم هذا الموكب من خدمات متنوعة نوعية تقدم للزائرين الكرام انطلاقا من الخابس من صفر وصولا إلى يوم الأربعين يبينها سماحة الشيك حيدر الدلفي السلام عليكم وعليكم السلام وحمد الله خيأكم الله شيخنا مأجورين إن شاء الله عظم الله أجوركم الله يتقبل أعمالكم لنا ولكم الأجابة حقي محمد وعليم الله يبارك بكم أكيد شيخنا اليوم من موكب إلى موكب تتعدد الخدمات وتتنوع الآلية التنظيمية تختلف التسابق يختلف التظافر يختلف فتنبذة عن هذا الموكب وانطلاقه وكيفية العمل الخاص به وعن مشاعر العاملين بهذا الموكب بسم الله العمال الرحيم وذلك وعني عظم شعار الله فإنها من تقبل قلوب طبعا وقت التأسيس تأسيس هذه الهيئة وهذا الموكب الخدمي سنة 2009 وعشرة بفضل الله والآن استمرت هذه من خيم من شوادر ومن بعدها تحولت إلى هذا الصبح الشامخ إن شاء الله أولا بالتأسيس البدايي فقط خدمات من وجبة طعام وإلى مبيت والآن أصبح توجد محاضرات دينية مع مجالس مركزية ما شاء الله صرح حسيني متكام بفضل الله سبحانه وتعالى بجميع مصاديق الخدمة ولها مصاديقها بجميع مصاديق الخدمة توجدها شيخ ناني أدي طبعا كثير من الأسئلة إن شاء الله راح نستثمر وجودك المبارك الأرقام التي توزأ خلال من الخامس من الصفر وصولنا إلى يوم الأربعين طبعا إحنا انطلاقة تقديم الخدمة الفعلية من يوم خمسة صفر الوجبات يعني بفضل الله إحنا ما عدنا عدد بس يعني المتوقع اللي إحنا نعرفه من خلال صفياتنا هذه المواد يعني بليوم إلا تعبوا إلى أربعة آلاف نفق وجبة من ريوق إلى عشاء بفضل الله سبحانه وتعالى شيخ حيدر السر من وجود هذا الطراز الخاص بالموكب كونه طراز قديم وتراثي عربي أصيل وبالأصل إحنا بالأصل إحنا هالضعن يعني المؤسسين ضعن اختارينا هذا الشيء المختلف من هذه المعالم معالم الزي العربي أو الزي التراثي ليش لأن توجد بعض المواقب مختصة من ناحية الزي التشادر أو الحسينيين عبد نفس الشيء مختلف حتى إيه فرح الزائر يعرف ويوصل فكرة للزائرين بأن المواقب مو فقط خدمات بل توجد هناك لوحات فنية من ضمن هذه اللوحات الفنية اللي أنت جاي يشوفها هس أما المشاعر لا لو قلت له ساعني سؤال وقل لي شين شعورك ما بعد أيام تسعط على الصفة طبعاً هذه اللحظات يعني كلش صعبة والله يساعد خدام الحسين علي هذا الموقف يعني طبعاً ما تنوصف هاي اللحظة أما أما الرزق اللي هسه بكل اللي جاي يشاهدنا يتمنى أن يكون بهذا المكان يتمنى بس هذا رزق واختيار من سيد الشهداء أشكر سيد الشهداء وأشكر سيدتي ومولاتي زينة سلام الله إليه لأنه هو بالأصل صاحب العزاء صاحب الزمان سلام الله عليكم يعني أنا أوصفها إليك وباختصار باختصار هاي مثل الفاتحة فوإحنا بيها وقافة كون صاحب الزمان يقبلنا أن نعقف بها بس كون يقبلنا نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولأخوتي ولكم العودة وقبول العمال وحسن العاقبة والثباك على هذه الأخوة ممنون ممنون شهر الله يحفظكم بالتأكيد يعني كل الشكر والتقدير لجميع الكوادر العاملة في خدمة الإمام الحسين التي يعني تتكاتف وتتآذر من أجل أن تقدم هذه الخدمة المشرفة والتشرف بخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام مخاطر رقيا أريد بخدمتك أبل المدية حسين 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 نعم سعادتي المشاهدي لازلنا متواصلين وإياكم في هذه التنقية المباركة من داخل هيئة السبي الواقع في مخور نجف تربلا والآن نلتقي بالمشرف على تجهيز وجبات الطعام السيد عدنان خزع السلام عليكم أعظم الله أجوركم أعظم الله أكمل أجور أياكم الله مأجور إن شاء الله موفقين لخدمة سيد الشهداء الله أشتر عليكم نحن نقدم طعام يعني أقل شيء خمسة آلاف نفر زائر بين ريوق وغدا وعش ما شاء الله حجتم تقريبا أصلاحكم كم سنة على هذا هذا الخير وهذا البركة والعطاء من الإمام الحسين لخدمة سيد الشهداء نحن تقريبا هنا ثلاث سنوات ما شاء الله ويمعون تنهم تقريب سبح سنوات تماما نحن نقدم وجبات الطعام إلى زوار الإمام الحسين عليه السلام ونحن مقصرين الله يبارك بكم حجة يوم باشرته باستقبال الزوار وتقديم الوجبات يوم خمسة صفر ما شاء الله من يوم خمسة صفر إلى هذا اليوم اليوم الأربعين ما تلاحظ من الشعور للخدم للعملين ضمن المطبخ للأخوة بالموكب هل هناك تضافر علاقة قوية التي تربطهم على حب الحسين ويقدمون أكثر من ما يمكن أن يقدموه؟ نحن هنا الطبخ بغير لإمام الحسين وزوار الحسين يمكن يوم واحد ويتعب بس للحسين وزوار الحسين ليل ونهار وما تعباني إن شاء الله كل سنة وكل عام علينا وعليكم وعلى زوار أبو عبد الله الحسين وإحنا بخدمته أخصدكم موفقين حجي الله يبارك بكم سيدنا الله يحفظكم إن شاء الله معجورين وموفقين إن شاء الله نعم أسادتي المشاهدين بالتأكيد متواصلة توقيتنا لهذا اليوم حول ما يقدمه أو ما تقدمه حيئة السبي في محور نجف كربلا من خدمات متلوعة كربلا من خدمة في الزائرين الكرام أحبتي فلا تتم واعدا لكم أجيلة على رأيس يرفعي غايل راية عليها ترجم عن الحكاية حسين البداية وحسين موسيقى هي تجارة مع الحسين ما تتعاوض أبد ما تتعاوض عندي طلب يملي إمام الحسين أكون أموت خادم يعني على خدمته أبو عبد الله الحسين نعم سادتي المشاهدين لازلنا متواصلين وإياكم في هذه التغطية المباركة والآن نلتقي بأحد الزائرين من أهالي ميسان سلام عليكم حياكم الله عدم الله أجوركم إن شاء الله الله يتقبل أعمالكم ولكم الأجر الله يبارك يحبكم جسار لك من جيت الميسان والله يبارحة ما شاء الله يعني جيتوا من على طريق نجب كربلاء تمام خير إن شاء الله بالتأكيد اليوم عند تواجدك اليوم بهذا المواكب الحسيني بالمواكب الحسينية حقيقة اليوم لاحظنا يعني عام بعد عام تزداد الجنسيات الأجنبية تزداد الجنسيات العربية من جانب الخدمة الحسينية ومن جانب الزائرين التوافل لأداء مراسم زيارة الأربعين شون أو كيف تصف هذه الأجواء من ناحية المشار الحسينية من ناحية الجنسيات من ناحية حقيقة كل الصورة الجديدة التي تحدث في زيارة الأربعين نعم بداية اللهم صلى على محمد وآلي محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين طبعا الكلام ما يوفي بال يعني يعجز الكلام عن وصف الخدمة وهذه المسيرة المليونية اللي والله والله يعني لو أتكلم يعجز يعجز أنا حاليا لا أستطيع يعني والله داخلي يعني بكاء يعني من كل بقاع العالم لاحظنا من كل بقاع العالم من كل فجن وصوق من أفريقيا زوار ومن أوروبا من دولة الجارة إيران أعداد هائلة ماذا ترى في تجسيد هذه المواكب وقيام أصحاب المواكب بالعمل وفق رؤية ربما حديثة والبعض الأخر من يذهب الدكتورات نعم نعم جازهم الله خير الجزاء يبدلون ما أقصى ما لديهم ومثل ما تفضلت هذه الإبداعات اللي قاعد نلاحظها سنة عن سنة قاعد تتلج الصدر يعني ما شاء الله ما شاء الله بارك الله بهم ويدون خدمة يعني يباهي الله بها سبحانه وتعالى الملائك حقيقة؟ والله يباهي الملائك بها يعني اليوم؟ يعني نعجز على الوصف يعني ما خدمة الزائر مدلل ما هي الرسالة وكيف تصل إلى الرسالة للعالم حول ما نرى من مشاهد؟ والله مثل ما تفضلت الرسالة أعتقد وصلت للعالم أجمع وقاعد كل العالم دي يشوف وجايجون وجايجون يعني هاي أبسط ما يمكن يعني الرد على السؤال فالحمد لله والشكر هذا توفيق إلهي توفيق إلهي بأن تجعل رسالة صوت الحسين تصل إلى جميع الكرة الأرضية حتى الناس تعلم ما هو الحسين خصوصا بعض المشاهد اللي لاحظناها ببعض المواكب حضور الجنسيات الروسية الهولندية الإسبانية التركية وعدة جنسيات طبعا من مختلف الطوائف من مختلف المذاهب والديانات حققت الطموح بوصولها إلى كربلا والقيام بالخدمة والله من خلال مسيرنا يعني قاعد نلاحظ الدول العدة يعني من ضمنها اللي ذكرتها حضرتك أستاذ ومن ضمنها أيضا من مجاهل أفريقيا يعني أبو علي شن رأيك بالجنسيات الهولندية والروسية والأمريكية ومن مختلف الطوائف التي قصدت للمشاركة ما هي رسالة التي يمكن إيصالها إلى العالم؟ نعم أحسنتم هذه الدول اللي من خلال مسيرنا خلال هذه الأيام من طريق نجف كربلا لاحظنا توافد أعداد كبيرة من هذه الدول فهذا شيء يفلج الصدر بصراحة يعني معناته قضية الحسين وصلت إلى جميع بقاع العالم إلى جميع القوميات الأديان فأصبحت قضية عالمية وهذا توفيق إلهي سبحانه وتعالى أحسنتم فالحمد لله والشكر على هذه النعمة اللي أنعم الله علينا بها أحسنتم وحقينبعا إن شاء الله ما جورين ونسأل الله أن يوفقكم ويسجل اسمك في السجل صاحب العصر والسلام الله يبارك بك جزيلا ممنون الله يبارك بك نعم بتأكيد سادتي المشاهدين كثيرا المشاهد الحسينية التي تتجلى بحب الإمام الحسين عليه السلام حيث تضافر الجهود وتكاتف الزائرين والخدام من أجل تقديم أفضل ما يمكن للزائرين لا سيما المشاركة الفاعلة من الجنسيات الأجنبية التي شاركت هذا العام وتميزت بتضافر جهداء من أجل أن تقدم الخدمة لزائري الإمام الحسين وتنال شرف الخدمة المباركة لسيد الشهداء أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التقطية تقبلوا تحياتي أنا محدثكم كرار وحمداني ومن خلف الكواليس زيد هاشم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه هي أعنا في جميعا والقلوب هو شفتها في جيلة